بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام اليوم في مدة التربية المدنية سنة الرابعة متوسطة رايح ندير درس أجهزة القضاء في الجزائر أول عنصر نبدأ به هو مفهوم التقاضي شنو قصدو بالتقاضي التقاضي هو حق المواطن في رفع تظلماته إلى القضاء بعد فشل مساعي الصلحة والوساطة بهدف ضمان حقوق الأفراد وحريته التقاضي هو حق المواطن في رفع تظلماته شنو قصدو التظلمات التوعو هي عبارة عن شكوى والله مطالبة بالحقوق يتقدم بها المواطن إلى القضاء هذا التقاضي وقتش يديره المواطن بعد ما تفشل كل مساعي الصلحة والوساطة يعني هذا الشخص يحب يدير الصلحة ما يصلحش يدير الوساطة الاجتماعية ثانية ما تصلحش في الحالة هذه يلجأ للتقاضي يكتب التظلمات التوعو أو الشكوى التوعو للقضاء على أساس أنه يدي حقوق التوعو العنصر الثاني هو مؤسسات القضاء في الجزائر نقول مؤسسة القضاء في الجزائر أنواع يتم التقاضي بالتدرج الهرامي للتقاضي حيث يبدأ برفع القضايا من أدنى درجة القضاء إلى أعلى درجتها وش نقصده من أدنى درجة القضاء إلى أعلى درجتها يعني أدنى درجة القضاء هي المحكمة الابتدائية وهي أول محكمة يقف عندها المواطن إلى أعلى درجة القضاء اللي هي مجلس القضاء والمحكمة العليا التدرج الهرامي للقضاء وش نقصده بالتدرج الهرامي للقضاء يقصد به التسلسل الهرامي لمؤسسات القضاء من خلال دراسة القضايا من الأدنى إلى الأعلى كي نقول من الأدنى إلى الأعلى رانا نقصده على مؤسسات القضاء هذا وش نقصده بالتدرج الهرامي للقضاء يعني يبدأ بالمحكمة الابتدائية ثم مجلس القضاء ثم المحكمة العليا ينقسم التنظيم القضائي الجزائري إلى قسمين القسم الأول هو القضاء العادي أو المدني وكين القسم الثاني هو القضاء الإداري وكين محكمة التنزع يعني ينقسم إلى ثلث أقسم كما قلت ينقسم التنظيم القضائي الجزائري إلى ثلث أقسم هو القضاء العادي أو المدني وكين القضاء الإداري وكين محكمة التنزع احنا أول قسم رايح نبدأ به هو القضاء العادي المدني يعني كي يقول لك القضاء العادي أو يقول لك القضاء المدني عندها نفس المعنى القضاء العادي أو المدني وشنه الدور التاعه والله وشنه قصده به من قلوب اللي هو يفصل في النزاعات التي تنشأ بين الأفراد ويتشكل هرم القضاء العادي الجزائري من الأجهزة القضائية التالية هذا القضاء العادي المدنية الأجهزة التوعو وشنه هي هي محكمة ابتدائية هي مجلس قضاء وهي محكمة عليا ثلاثة هذا بالنسبة للقضاء العادي المدني الأجهزة التوعو وشنه هي هي محكمة ابتدائية ومجلس قضاء ومحكمة عليا المحكمة الابتدائية وشنه هي هي أول جهة قضائية أي درجة أولى ترفع إليها أغلب القضايا تصدر أحكام ابتدائية توجد على مستوى أغلب الدوائر يعني المحكمة الابتدائية نلقوها في الدوائر هي أول جهة قضائية وهي درجة أولى في القضاء ترفع إليها أغلب القضايا وتصدر أحكام ابتدائية بالنسبة للمجلس القضاء المجلس القضائية يعتبر درجة ثانية يعني المحكمة الابتدائية قلنا درجة أولى مجلس القضاء هو درجة ثانية في القضاء المدني أو العادي يفصل في استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محاكم الابتدائية يعني هذا المجلس القضاء يفصل بأحكام نهائية موجود على مستوى كل ولاية محكمة الابتدائية تصدر حكم ابتدائي لمعجبوش الحكم هذا يستأنف المجلس القضاء مجلس القضاء رايحه ينظر في القضية ويصدر حكم نهائي كينا القسم الثالث هو المحكمة العليا المحكمة العليا تأتي في قمة الهارم القضاء الجزائري تصهر على تطبيق القانون وتوحيد الاجتهاد القضائي تقوم بتقويم أعمال المحاكم والمجالس القضائية ولا تعتبر درجة ثالثة في التقاضي توجد بالجزائر العاصمة يعني قلنا أقسام والأجهزة القضائية متاع القضاء العادي أو المدني وش هي محكمة ابتدائية أو مجلس قضاء أو محكمة عليا المحكمة الابتدائية هي درجة أولى بالنسبة للقضاء المجلس القضاء هو درجة ثانية بالنسبة للقضاء المحكمة العليا ما هي شي درجة ثانية المحكمة الأولى تصدر أحكم ابتدائية المحكمة أو مجلس القضاء رايح يفصل في الاستئناف تعلق المحكمة الابتدائية ويصدر حكم نهائي اللي ما عجبوش الحكم بتاع المجلس القاضى رايح يطلع الحكم للمحكمة العليا المحكمة العليا ما تعودش تدير جلسة في المحكمة العليا ويعودوا ينظروا في القاضية ويعودوا يصدروا حكم واحد اخر لا في المحكمة العليا رايحين يشوفوا الحكم اذا كما نقولوا احنا مليح وله ما هو شمليح لكان هو اللي يقابل الحكم يعني معقول ومنطقي وقانوني رايحين كما نقولوا احنا يأيدوا الحكم بتاع مجلس القاضاء لكن الجو باللي كما نقولوا احنا الحكم فيه شوية هكذا شوية ما يقنعش ولا ما هو شمليح يعودوا للحكم بتاع مجلس القاضاء يقلبوه المجلس القاضاء ويقول لهم باللي القاضية هذي لازم تعودوا يديروا لها جلسة جديدة ويحضر فيها قاضي واحد اخر وينظروا في القاضية ويديروا حكم جديد هذا بالنسبة للمحكمة العليا قلنا باللي تنظيم القضاء الجزائري ينقسم الى ثلث اقسام قلنا باللي القسم الاول هو القضاء العادي او المدني والقسم الثاني هو القضاء الايداري والقسم الثالث والاخير هو محكمة التنازع اهدرنا على القضاء العادي او المدني ذكره حينها دروع للقضاء الإداري القضاء الإداري هو يفصل في القضايا التي تكون الدولة طرفاً فيها وينقسم إلى محكمة إدارية ومجلس الدولة المحكمة الإدارية هي الدرجة الأولى من درجات التقاضي الإداري يوجد 42 محكمة على مستوى الولايات كما قلت المحكمة الإدارية كانت 42 محكمة إدارية متواجدة على مستوى الولايات والمجلس الثاني أو القسم الثاني للقضاء الإداري هو مجلس الدولة مجلس الدولة يمثل جهاز للقضاء الإداري وهي هيئة مقومة لأعمال المحاكم الإدارية يعني مقومة يعني تعمل يعني تابعة يعني مهيئة والله مؤهلة لأعمال المحكمة الإدارية يعني تكملها يعني مجلس الدولة يكمل المحكمة الإدارية يكملوا بعضها كما المحكمة الابتدائية ومجلس القضاء نفسهم كيف كيف في القضاء العادي أو المدني إخي قلنا بل الأقسم التوعه ومحكمة ابتدائية ومجلس القضاء نفس الشيء بالنسبة للقضاء الإداري فيه محكمة إدارية وفيه مجلس الدولة يعني ذوك مجلس الدولة هذا يكمل المحكمة الإدارية ويعتبر جهاز للقضاء الإداري وهي هيئة مقومة لأعمال المحكم الإدارية ويعمل على توحيد الاشتهاد القضاء الإداري والصهر على احترام القانون يوجد مقره بالعاصمة تقريبا مجلس الدولة يعمل نفس العمل التاع المحكمة العليا كيف كيف هذيك جاية في العاصمة هذا المقر تاعو ثاني جاية في العاصمة الأخر يعمل على توحيد الاشتهاد القضائي هذا ثاني يعمل على توحيد الاشتهاد القضائي هذا يعمل على الصهر على احترام القوانين هذا ثاني يعمل على الصهر على احترام القوانين يعني تقريبا كيف كيف نفس المهم الثالث إحنا أخي قلنا تنظيم القضاء الجزائري ينقسم إلى ثلاث أقسام القسم الثالث هو محكمة التنازع وش نقصده بها محكمة التنازع تقوم بالفصل في التنازع حول الاختصاص بين الجهات القضائية هذه هنا وش نقصدو بها مثلا أنا من سطيف وأنا ضحية وكين متهم مثلا من ولاية خارج ولاية سطيف أنا مقيمة في ولاية سطيف والشخص أو الطرف الأخر مقيم في ولاية واحدة أخرى من الجزائر ولاية واحدة أخرى أنا مقيمة في ولاية هو مقيم في ولاية واحدة أخرى أنا ضحية وهو متهم كي نرفع القضية والله هو يرفع القضية في الولاية اللي يسكن فيها هو ويستدعيني أنا باش نروح نترافع في القضية التاعه أنا وش نقف قدام القاضي وش نقول أنا نقول باللي ما تنظرش في القضية التاعي والله تشوفني أنا ضحية والله متهمة وإنما أنا نقول باللي عدم الاختصاص يعني هذا القاضية هذه ما تنظر ليش فيها المحكمة تعي الشخص هذا تعي هذا المتاهم عدم الاختصاص يعني أنا مقيمة في سطيف المحكمة اللي مكلفة باش تنظر في القاضية تعيه هي المحكمة اللي متواجدة في سطيف هذا وش نقصد بها عدم الاختصاص مثلاً واحدة مطلقة تسكن في سطيف ومززوجة بواحد يسكن مثلاً في واهران والله في تزاير وهذاك اللي مززوجة به يرفع عليها قاضية وراه يسكن هو هنا الضاحية وش الدير تروح وراه يسكن هذك طالقها وتوقف قدام القاضية تقول له أنا نطلب عدم الاختصاص في الحالة هذه القاضية وش يدير يسكر الملفة تع القاضية ما يدرسهاش أصلاً ويقولهم باللي القاضية هذي نحولوها للمحكمة تعويلي تسطيف وراه يتسكن الضاحية ثم توقفوا قدام القاضية تعيه محكمة تسطيف ويدرس القاضية تعكم وكما نقوله احنا يزدر فيها حكم هذا وش نقصده بعدم الاختصاص الواع القضايا المتنازع عليها أمام الجهة القضائية يتم التقاضي في القضايا الاجتماعية والمدنية والإدارية ومن بين القضايا وش نهي هي هي نزاعات العمل بين العمل ورب العمل نزاعات الإيجار والبيع والملكية احنا كنقولو احنا مثلاً نزاعات الإيجار وش نقصده بها نزاعات الإيجار انتع مثلاً واحد يكري الواحد مايروخوش يتكاتبو مثلاً عند المواثق مايتكاتبوش يكري لو يسلكوا دراهم تاع الكرة ومبعده هذك مول دار والله مول محل يحب يخرج السيد اللي يكريلو هذك اللي يكريلو يقولو ما نخرج لكش هان يمسلكك احنا تقع مبيناتهم مشاكل يروحوا يدخلوا في المحك والله مثلاً واحد يكري محل الواحد يكريلو ست سنين ولا سبع سنين بطريقة قانونية يكريلو عادي ويتكاتبو عند النوطير عادي كيقود رح يخرجو هذك السيد اللي يكري ما يخرش يقولو انا كريتو عندك مدة ست سنين اعطيني التعويض مول الدار يقولو انا ما نعوضكش هنا توقع مشاكل لازم يروحوا يوقفوا قدام المحكمة قدام القاضي هذا وش نقصدو بها النزاعات تاع الإيجار الاعتداء على الأملكة العمومية مثل البناء على أرض للدولة مثلاً واحد يلقى أرض مهجورة واحد ما هو بني فيها واحد ما هو يحرط فيها ما يسقصيش علها يقول تعمل والله يروح مباشرة يبني فيها دار هذا اللي هنا يوقع في النزاع مع الدولة وكي نحن النزاعات الإدارية التي تكون أحد مؤسسات الدولة طرف فيها مثل الدولة الولاية البلدية أحد المؤسسات العمومية مثلاً واحد تخرج للفاتورة تاعي ما ما يسلكش تطلع الفاتورة هذيك بزيف يدزولو انذار أول يدزولو انذار ثاني يدزولو انذار ثالث الانذار الثالث والأخير يحاولوها للمحكمة يستدعي وهذك صاحب الفاتورة